فانا عايز بقى اتكلم على المباراة دي هسيب بقى محمد صلاح واروح حالجانب الاخر بيب جوارديول ايوه القمة انت افضل فريق في العالم ومعاك تشكيل تكسبتها وبتغلب اي فرقة وبتلعب بطريقة معي انا عم بل تكسر بها الدنيا ليه التغيير يعني ليه بتلعب بتلات مدافعين ودي بروين ليه بتبعده عن وسط الملعب وترميع على طرف اليمين انت كسب منجستر يونايتد ستة وانت بتلعب بجريليتش وبتلعب بجناحين وفاتح ملعبك ليه التغيير اوه انت بتلعب فرقة زي ليفربول ودايما فهو ده بقى تأثير الانفيلد على على بيب جوارديولا بيب جوارديولا ظهر الانفيلد تسعة مرات كسب كم مرة مرة واحدة خسر ست مرات في انفيلد رول وتعادل في المباراتين ففي مشكلة لجوارديولا دايما عنده قبل ما يروح يلعب ليفربول او يروح يلعب يورين كلوب بيفكر زيادة عن اللزوم وتفكيره قاده للمشكلة بتاعتنا ان هو لعب تلت مدافعين وغير خطته لعب تلتة اربعة تلتة اتكلم في الكوسة دي مع حد النهاردة بقوله انه اللي بتقال على بيب جوارديولا دايما انا اعتقد ان هو بيقعد يرسم سيناريوهات الخصم يعني يقعد يقولك ايه لا ما هو يوروين كلوب مش هلعبني عادي ما هو متصور ان هو يوروين كلوب مش هلعب بنفس الطريقة فيوروين كلوب لا هيغير فهيعمل كذا فهيدخل محمد صلاح جوه مش هلعب عطار في النهاردة فعلا عمل كده كان بلعب ايليوت وبعد كده لما نزل كارنود برضو هو حطه ده بس هو حطه أصلا مكان صلاح بس كان دايما محمد صلاح في العمق مكان ما جنب نونيز او جنب فلماني فهو بيقعد يفكر زيادة من اللازم هو زي ما تتقول هو طول الوقت ايه عايز يحس انه مش طبيعي ومن ناحية تانية ده رأيي يعني مش عادتش تكوني فيه ولاقة من ناحية تانية هو بيب جورديولا عايز يفضل يقول طول الوقت انا بيب جورديولا الفلقة دي بتاعت بيب جورديولا مش بتاعت هلند يعني انا لو عملت الطريقة عادية وهنا نسجل هدف من الهدافه فهيقوله هلند الخارق اللي مش طبيعي لك انا نهاردة لو غيرت الطريقة وعملت اللي عملته ده وكسبت يخربت العبقرية انا خسرته شامبينز ليج قبل كده ضحك يا ده ملف تقريفة في المطش ده مش طبيعي يعني يقوله بقى العقر واخد بالك يا كريم برضو هلند كان لسه بتصريحات من اسبوع كان بيكلم بيقولهم هو احنا مؤمنين وبنصخ فيه بشكل كبير جدا لان هو الراجل بيقولنا السيناريو هيمشي ازاي وبالطريقة ازاي وبالفعل بندخل المباراة بنلاقي كل اللي هو بيقول علي بيب جورديولا هو ده اللي بيحصل سواء كان مدير فني انا كالعيب كورة بسمع منه وبابا مؤمن جدا بيقولي عليه وبسمع كل اللي هو عاوز يقولي عليه عشان اوصل برضو ان انا اتنجم وانا اجيبه جوان وانا الكلام ده كله عالما يعني ان الكلام اللي احنا عميين هو ده كله لا يمنع انبيب جورديولا هو طب سطورة الاساطير في التدريب بس لاحوش عايزينه يجود يعني انت كويس عملت فرقة وعملت منظومة كويسة ليه قبل الماتشات الكبيرة بتحط التوج لعب يعني الديفولت بتاعك كويس يعني بتلعب بين الموسم كله كويس ليه قبل الماتش الكبير او الماتش اللي هو بيحدد الموسم بالنسبة لك بتحب تحط التوج بتاعك انا بشوفها عشان لو اتقال انه نجح فلا التوج بتاع جورديولا نجح انا بشوفها انا بشوفها كده برضو